بعد فترة ليست بالقليلة من الإعلان الأمريكي يقر تنظيم القاعدة في الجزيرة العربية بمقتل قائده السابق قاسم الريمي وتعيين القياد في القاعدة خالد باطرفي خلافله يعرف عن الرجل موقفه المناهض للوحدة اليمنية كما أنه من القيادات التي كانت تسيطر على مدينة المكلة وتلك معلومات تقود إلى أبعاد من شأنها القول إن قرار الخلاص من الريمي والإتيان بباطرفي يحمل أبعاداً كثيرة إذا ما قرن بالتوقيت وأبعاد التأثير وحقيقة أن التنظيم أصبح مخترقاً ويدار بأجندات إقليمية تواصلاً لسرد الشواهد نشرت وكالة أسوشيدد بيريس الأمريكية في السادس من أغسطس تحقيقاً عن صفقات سرية يمكن وصفها بالمشبوهة بين التحرف الذي تقوده السعودية في اليمن من جهة وتنظيم القاعدة من جهة أخرى وبحسب الوكالة الأمريكية فإن هذه الاتفاقات جرت بعلم الولايات المتحدة ومن ضمن تلك الصفقات انسحاب الآلاف من مقاتل القاعدة من المكلة خامس أكبر مدينة يمنية والتي تعد ميناء رئيساً في بحر العرب وبخصوص هذه الصفقة تقول الوكالة إن مقاتل التنظيم خرجوا عبر طريق آمن وسمح لهم بالاحتفاظ بالأسلحة والأموال المنهوبة من المدينة والتي وصلت قيمتها إلى نحو 100 مليون دولار وفقاً لمصادر أمنية وعسكرية تلك الصفقة عدت نصراً مؤزراً للإمارات التي سيطرت على المدينة دون مواجهات أشاهد الآخر أن الإمارات حصلت على توكيل غربي في مكافحة الإرهاب وهناك اتهامات عديدة لها في استخدام هذا الملف لصالح تحقيق أهدافها الخاصة في اليمن فهل دخلت السعودية ضمن مرمى الأهداف الإماراتية؟ الشواهد والتحليلات ترى بأن الإمارات ومنذ بدء عاصفة الحزم تحاول الإيقاع بالسعودية متى ما سنحت لها الفرصة لذلك محاكمة السعودية بتهمة الإرهاب باشرتها الإمارات عبر مظاهرات لأنصارها في العاصمة المؤقتة عدن بالتزامن مع تصعيد باطرفين إلى قيادة التنظيم ترجمة نانسي قنقر